اشتركوا في القناة وتقلع كل الهلاهلا دي وتشوف نفسك على حققتها ها هتعمل ايه تنام عشان تنسى حققتك واول ما يجي الصبح تلبس نفس اللبس تاني وترجع ريمة لعادتها القديم عايز اقول لكم النهاردة على مركة ما يعرفهاش العلم خالص واغلى منها مفيش وتغطيك مش بس من برا لكن من برا ومن جوه كمان بس عشان تلبسها لازم تقلع تماما وتكون عريان تماما من اي لبس بتحاول تغطي نفسك به زي ما قال بوليس ان تخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العطيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتتجددوا بيروح دينكم وتلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق اصل طلع ان كل اللي احنا لابسينه هو العري بعينه فساد ونجاسة وشر عشان كده لازم نخلع كل ده عشان نقدر نلبس البر والقداسة وهو ده معنى الخلاص اننا نخلع الانسان العطيق اللي بيدينا كبرياء وزات وغرور وعظمه مزيفة عشان نقبل من ربنا الانسان الجديد اللي هو هيلبسه لنا ونقول مع اشعياء النبي البسني ثياب الخلاص كثاني رداء البر لكن العجيب اننا بنرجع للعري تاني ونحن ليه ازاي؟ بنخلع العهود اللي بينا وبين ربنا ويجي الشيطان يقنعنا انها صعبة واننا ما نقدرش نعيش بالايمان على طول لازم نعيش بالعيان طول ما احنا عايشين في العالم وده بالزبط اللي عمله بطرس بعد قيامة المسيح قعت حملة للصيب وقال انا اذهب لاتصيق اصلي فيه احتياج ماتي لازم ناكله نشرق صحيح مش غلط اننا نشتغل زي بوليس كان صانع خيام المهم نكون في خطة ربنا لحياتنا لكن بطرس ربنا دعاه دعوة مختلفة وقال له هلومة ورائي وفعلا ترك بطرس الشباك لكن رجع لها تاني لانه مش قادر يعيش بالايمان ويصدق كلام المسيح اللي قال لا تقلق لكن احنا بنقل يقول بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم واحنا نقول هو هدوء على طول منفعش يكون في شوية احتداد لكن تفتكروا كان ايه منظر بطرس لما قرر ان يرجع تاني للصيب تعبان وعريان ومكسوفهم فلس لانه ما قدرش يصطد ولا سمكايا واحد ولا حتى ادر يقابل يسوع مع ان بطرس خلع هدوم وفرش على الجحش اللي رجبه المسيح عشان يريح المسيح وده كان اقصى عطاء للمسيح لدرجة ان الناس قلدوا كل التلاميذ وخلعوا ثيابهم وفرشوها على الطريق عشان يريحوا الجحش اللي رجبه المسيح يا طرى بنحب المسيح لدرجة اننا نسلمه كل شيء بره جوه اصل خلع الثياب يعني خلعوا كل كرامة وزات وحطاها لقدمين المسيح عشان تدي المسيح كل الكرامة حتى ولو على حساب عريك انت يا جماعة ما فيش حل غير اللي قاله الكتاب البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا تدبيرا للجسد لاجل الشهوية لكن العجيب انك تلاقي ناس بدل ما يلبسوا الرب يسوع يلبسوا الشيطان والشيطان يلبسوا زي يهودة بسخروتي رفض لبس المسيح عشان يلبس الشيطان طب هتعمل ايه يا رب؟ يقول هاخلع انا ثيابي عشان اخسر رجليه الرب تنازل عن كرامته وبهاءه عشان يعتني برجلين يهودة ويقدم له لمسات خاصة في غسل رجليه لعلها تقوده للخلاص ويمسك برجليه لعله يتوب وحتى اخر لحظة يقول له يا صاحب لماذا جاء؟ لكن الحقيقة ربنا ما غسلش بس رجلين يهودة لكن غسل رجلين كل التلاميذ عشان يقول لهم انا خدمكم مهمتي ان يخسلكم وطهاركم وقدسكم ياريتني استمتع بالمسيح كل يوم عشان يدخل لأعمقنا ويكشف لنا أعماق لكن اخر حاجة لازم نخلعها وكل واحد لازم هيخلعها سواء رضي أو لم يرضي هي الخيمة الأرضية يعني جسدنا اللي قال عنه بطرس مسكن وكل واحد ساكن في جسده الوحد يعني مش بس اللبس اللي بنخلعه لكن الجسد كله هيتخلع المهم لما يتخلع يا طرى هيستقبلك الرب يسوع زي ما استقبل استفانوس وقالها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله ولا هيتقال عنك زي ما تقال عن الغني فرفع عينيه في الجحيم وهو في العداد قبل ما تخلع مسكنك اتأكد إن خلعت الإنسان العطيق وحط كل ذاتك وكبريائك وغرورك عند قدمين يسوع اللي خلع ثياب الملك وأخذ صورة عبد عشان يلبسك ثياب الخلاص وإن كنت لبست الإنسان الجديد اوعي اقنعك الشيطان إنه يخليك تخلع ثياب جهادك وقدستك ويخليك أنت اللي تخسر رجليك مش المسيح اللي يخسر هانك زي ما أقنع عروس النشيد وقال قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه قد غسلت رجليك فكيف أوسخه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة